يقول السائل امرأة في حجتها الاولى لم تقف طواف القدوم وكانت حامل في شهرها الاخير وبعد الحج اصرت من شعرها من طرف واحد طواف القدوم ليس بواجب سنة المطلوب طوافها طواف الإثاظة بل ثلاثة طوثة الاول طواف العمرة اذا كانت متمتعة والثاني طواف العفاظة بعد النزول من مزدلفة يوم العيد او ما بعده والثاني طواف الوداع عند السفر من مكة الى البلد الذي جاء منه واما طواف القدوم فانه سنة ان حصل فهو خير وان لم يحصل فليس بواجب واما التقصير فلو انها قصرت من جميع رؤوس الشعر من جميع الضفائر كان هذا هو الواجب ولكن ما دام الامر قد انتهى ومضى وقد قصرت ولو من بعض رأسها فهذا يكفيها ان شاء الله لكن في المستقبل تعمم القص على جميع رؤوس شعر رأسها قدر انم له نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة